نظمت إدارة بحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان محافظة حضرموت اللقاء تعرفي بالإدارة وبرامجها التدريبية والتأهيلية خلال العامين الماضيين والخطط المستقبلية للعام الجاري في اللقاء شدد وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين باروزيق على أهمية الاستفادة المثلة من برامج التدريب والتأهيل بما يحسن مخرجاتها أداء مرافق الإدارات الحكومية وأنعكس إجاباً على الجوانب الخدمية والتنموية في المديريات بدورها أوضحت المدير العام لإدارة بحوث التنمية الإدارية والتدريب مارينا الجوهي بأن رفع مستوى أداء موظفي ديوان المحافظة ودووين المديريات هو هدف عام الإدارة انطلاقاً من رسالتها في تحقيق التنمية الإدارية وتطوير البحوث التنموية في محافظة حضرموت وفقاً للقيم المهنية والمصداقية وتم في اللقاء عرض ريبرتاج يحاكي الدورات والبرامج التدريبية خلال العامين الماضيين والإجراءات التي اتخذتها إدارة البحوث أثناء جائحة كورونا وإصرارها على تنفيذ عدد من الدورات عبر التواصل الافتراضي أونلاين كما جرى تكريم السلطة المحلية ومدربية البرامج والدورات التأهيلية والمبرزين ترجمة نانسي قنقر